هذا وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للقوات المسلحة على الجاهزية المستمرة وأضاف الرئيس أنه في عامي 2011 و2013 كان هناك اختبار حقيقي للقوات المسلحة أتقدم لكم جميعا بالشكر قوات المسلحة وأشكركم على الجاهزية التي دائما متوجدين فيها وأشكركم أيضا على وطنيتكم العظيمة وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها وبقول لوطنها مش لحد لأننا في 2011 و2013 كان هناك اختبار حقيقي للقوات المسلحة بغض النظر على أن اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة لكن كانت الهدف منها في الآخر أن جناحي الأمة في مصر الشرطة والجيش تسقط وتسقط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية حتى لو كانت فرص التنمية متواضعة أو محدودة